أعود مرة أخرى إلى ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي وجدي العريضي ما الذي لفتك سيد وجدي في هذا الحديث تحذيرات واضحة للبنانيين خاصة في البقاع لم يشر إلى أي تفاصيل متعلقة بالهجوم البري تحدث فقط عن الخطة الجوية لكن تحمل الكلمات فيما وراءها نية وعزما على اجتياح بري هل ترى ذلك؟ صحيح ألمح إلى نقطة سبقة وأشارت لها معك منذ لحظات عندما قلت أن إسرائيل دخلت لبنان ب82 تحت ذريعة مقتل السفير الإسرائيلي في لندن هو قال أن هذه العملية بشكل أو بآخر هي لعودة أهالي المستوطنات إلى منازلهم لكن ملفتني هو التركيز على منطقة البقاع وما يخفي ذلك من اجتياح بري قد يحصل من الجولان من خلال طريق بيروت دمشق على اعتبار أن إسرائيل ومنذ أسابيع كما تذكرون قامت بقصف عنيف هو الأعنف وعمليات إنزال كوماندوس في مصياط في الزبداني أي على طريق بيروت دمشق وضربت قواعد إيرانية وقواعد لحزب الله أي أن هناك خطة بأن يكون الاجتياح من هذه المعابر أو هذه المنطقة لذلك لعبة الاجتياح أضحط أيضا مفتوحة على كل الاحتمالات لأنه ركز أكثر من مرة بكلامه على منطقة البقاع عندما قال هناك عمليات كبيرة ستحصل وأدعو السكان إلى مرادة منازلهم ضربات جوية واستهدافات من الجو لمناطق في الجنوب واجتياحات برية من جهة البقاع ربما يحصل الاجتياح من البقاع وليس من الجنوب لأن العملية من الجنوب لقرب الحدود أو المسافة بين حزب الله وإسرائيل قد تحصل معارك طاحنة وبالتالي هذا ما تبدى في العام 2006 عندما تكبدت إسرائيل خسائر فادحة ومن هنا قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير انتظرونا نحن نتمنى أن تحصل المعركة البرية لذلك أعتقد أن تركيز إسرائيل هو على الاجتياح الجوي من خلال هذا القصف الممنهج بأحدث أنواع السلاح هذا يشكل ضربات موجعة سقوط عدد كبير من الشهداء من الجرحة دمار شامل أما التركيز على البقاع أعتقد وأظن وربطا بالعمليات التي جرت في الزبدان ومصياف والإنزال الذي حصل واعتقال عدد من المسؤولي الحرس التوري هيراني ربما يخفي ذلك الاجتياح قد يكون من الجولان لذلك نحن دخلنا في الحرب وهذا هو بيت القصيد وكيف تأتي الضربات من الجول من البر قد يقصفون من البحر أيضا نعم الجيش الإسرائيلي تحدث عن أيام في إطار هذا المشهد العسكري التصعيدي الواسع لكن هل نتحدث عن أكثر من أيام هل نتحدث عن سيناريو بأشهر طويلة هي حرب استنزاف إلى حين الانتهاء من غزة وترتيب وضع المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقد تكون لحرب أيام على غيران حرب الأيام الستة ونكسة حضيران بال67 كانت ضربة موجعة أيانا للعدوان الثلاثي وبالتالي على مصر وسوريا والأردن وبالتالي هذا يذكرنا أيضا بما يحصل اليوم قد تكون لأيام وأيام موجعة تشكل دمارا هائلا لأنه في أيام معدودة تم تدمير غزة وهجر أكثر من مليون ونصف غزاوي وما حصل اليوم في يوم واحد وربما لساعات ولم ننتهي حتى الآن حصل هناك أكثر من مئة قتل وأربعمائة جريح لذلك الحرب غير معروفة النتائج قد تكون لأيام قد تكون حرب استنزاف إنما الحرب انطلقت بأشكال مغايرة عن السابق برا وبحرا وجوا والآتي أعظم في الساعات المقبلة بناء على هذه التقارير والتحذيرات وخصوصا تحذير البقاع وربما تقصف الضاحية الجنوبية وبيروت وكل شيء مباح ومتاح لإسرائيل في هذا الوقت الضائح